انتقلنا من وسط العاصمة بيروت وتحديدا من امام الضريح الى معقل تيار المستقبل في الطريقة الجديدة وتحديدا من ساحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشهيد الشيخ حسن خالد لماذا نحن الان هنا في طريق جديد لانه هي المعقل الاساسي لتيار المستقبل وعليه نرصد ونعرف من خلال الحركة التي في الشارع كيف كان التفاعل والتعامل مع هذا القرار يبدو غريبا الى انه في الايام الماضية كان اي تحرك سياسي او موقف سياسي لتيار المستقبل في لبنان وتحديدا في بيروت يكون هناك تجمعات شبابية ان كان هنا داخل هذه الحي او في البربير او ايضا على اساص او ايضا في الكولا ولكن نحن منذ ساعتين تقريبا وحتى هذا التوقيت وقمنا بجولة في كل الاحياء الداخلية والخارجية لهذه المنطقة يظهر من خلال هذا الواقع الميداني على الارض ان التفاعل الاجابي مع القرار كان باهتا جدا لذلك لم نرصد اي تجمعات لم تخرج اي مجموعات لم يكن هناك اي مواقف لم يكن هناك اي مسيرات لم تخرج الدراجات النارية حتى ايضا ان من بعض السياسيين يعني نوعا ما الذين حاولنا تواصل معهم للادلاء بمواقف من هذا القرار كان موقفهم انهم يلتزمون او يقفون وراء موقف رئيس التيار احمد رئيس التيار امين عام التيار احمد حريري الذي ادل به في بيروت وايضا رئيس تيار المستقبال الشيخ سعد الحرير وعليه ايضا انتقلنا من العاصمة الى كل المناطق نعم انتقلنا من العاصمة الى كل المناطق اللبنانية التي كانت في الفترات الماضية تشهد جمعات او التحركات في البقاء في سعد نيد في قبلياس في شتورة في ترابلس في صيدة كل هذه المناطق جاء القرار والتوقعات الامنية والعسكرية التي كانت تنتظر حراك على الارض في لبنان مخالفا لكل هذه الطوقعات حتى ان الحجز الذي قام به الجيش اللبناني والاجهزة الامنية منذ ساعات الساعة الصباح الاولى والانتشار الامني الكثيف نعم محمود داخل وايضا المناطق الحساسة في العاصمة بدأ تدريجيا القيادة تفك هذه المجموعات وتنسحب الى الثكن العسكرية